حيّة الصياء حيّة على الخيّاش حيّة على الخيّاش الله أكبر الله أكبر لا إلا أيّا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله حق التقوى والتقوى خير زاد ليوم المعاد وليس ثم أكثر ما يدخل الناس الجنة من تقوى الله عز وجل وأكفروا من الدعاء لله تعالى أن يزودكم التقوى فقد كان من دعواته صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم أعلموا عباد الله أن الله تعالى بيّن لنا الصفات المذمومة للنفس البشرية لكي نتجنبها ونتخلى منها وبيّن لنا الصفات المحمودة لنكتصبها ونتحلى بها وهذا من تمام نعمة الله تعالى على عباده حيث دلهم على أقوم الطرق وأفضل السبل لكي يتحقق لهم لكي يتحقق لهم الحياة الطيبة في هذه الدنيا ويتحقق لهم الفلاح الأبد في الأخرى وإن من الصفات المحمودة التي دل عليها رب العزة والجلال وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الرجاء صفة الرجاء من الصفات المحمودة التي تكرر ذكرها في القرآن والسنة الرجاء هو توقع الخير هو توقع الخير والثقة بفضل الله تعالى وسعة رحمته وأكس ذلك وأكس ذلك القنوط وهو انقطاء الرجاء وإن الرجاء عباد الله من حسن الذن بالله فمن كان يرجو الله فإنه حسن الظن بالله والعبادة لا تقبل إلا بالرجاء وذلك أن الذي يعبد الله تعالى وليس له رجاء لم يتحقق إيمانه بثواب الله تعالى ولا بإقابه فإن المؤمن يعبد الله يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فبين جل وعلا في هذه الآية حالة أهل العلم وهم الذين يرجون رحمة الله تعالى وذلك أن العلم بالله والعلم بأمر الله يدلان على سعة يدلان على رجاء رحمة الله عز وجل فتحلوا فتحلوا عباد الله بهذه الخفلة الخفلة الطيبة وبخاصة عند مرور الأيام العصيبة والرجاء يكون الرجاء بقبول العمل فإن الإنسان إذا عمل ويرجو أن الله يتقبل منه فإن الله تعالى يقبل عمله وكذلك الرجاء الإنسان يرجو الله تعالى أن يستجيب دعوته وذلك أن الذي يدعو الله أن الذي يدعو الله وهو صادق في رجائه فإنه قريبا ما يأتيه تأتيه الإجابة وأما الذي ليس له رجاء فهو الذي يترك الدعاء يقول دعوت فلم أرى أستجاب فيدعو الدعاء وهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل وهذا من الاستعجال وكذلك الرجاء يكون بحصول المغفرة من الله تعالى فالذي يتوب إلى الله التوبة النصوح لا بد أن تقترن التوبة النصوح برجاء القبول فمن كان يظن أن الله تعالى يغفر ذنبه فإنه يلقى الله تعالى غفارا لذنوبه قابلا لمن تاب إليه فاعبدوا ربكم يا عباد الله بصدق المحبة واكتسبوا السبل واصلكوا السبل السبل التي تصلكم إلى حصول الرجاء ومن أفضل تلك الطرق التعمل في صفات الله تعالى خاصة صفات الجمال من من صفة بره ورحمته ورعفته وإحسانه كالتدبر في اسمه جل وعلا البر الرحيم المحسن وما إلى ذلك من الأوصاف التي فيها المدح لله جل وعلا بصفات جماله نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعبد الله تعالى راجين لرحمته خائفين من عذابه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى اتقوا الله أولا وآخرا فإن وصية الله تعالى للأولين والآخرين بتقوى الله أنوا مسلمين مجد أ otros والله والله مجد أهلا فرقن شأن ومن تبع EL وصية الله ومتح لتبعه ومتح ومتح أهلا những وصية والتقوى فإن الأولين سيجد ومن تبعه خلال الفئة , ومن الأولين ومن أولهم يفعل أولهم الله ومن سيجر الله ومن أولا أن الله أولا سيد الله ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر